في الفترة الاخيرة انتشر البمبو الصواريخ بطريقة مش طبيعية في المجتمع المصري. وده تعبير عن الفرح ولكن بطريقة مش صحية ممكن تأثر على الشخص اللي بيساغن حاجة ديت وعلى المرة من حواليه. ففي ازعافات اولية لازم ناخد بنا منها علشان خاطر لو حد اتعرض لاصابة بسبب الصواريخ ديت ناخد بنا منها. اولا لو في نزيف بنجبسه. لو في حرق بنحطه تحت المية. لو في جزء بطر او جزء من صابع وقع. ارجوك حافظ عليه بعد ما تخسله بمية ووديه للدكتور الجراح المعالج جراح تجميد. ممكن نلاقي صرفة ان يعيز زراعته. يعني مساء لو جزء من طرف العقلة وقع ارجوك حافظ عليه. كلام ده حتى لو في طفل بعض الشر وبعض زناء في وسط الباب. او لو في صابع كامل حصل له للأسف باتر نتيجة الموضوع دوت. ارجوك اخسله بمية. حطه في شاشة مبلولة. مع لك ده هو خر الشاشة المبلولة دي حطها في كيس. والكيس ده حطه في كيس جواه تلج. لكن الصابع نفسه ما بتحطش في تلج على طول. وبازن الله يكون في امل وبازن الله ربنا يا باد عني لها كل شر وما حدش يحتاج اي حياة من اسعافات الاولية دي. ولكن نحتاج نعرفها بترامة المجتمع موجود. دونتم سالمون.